عندنا ارزو السبانخ ايه ارزو ايه الكلام الغريب ده ارزو يعني لسان عصفور مش اكتر من كده بس احناعمله النهاردة بالطريقة الايطالية جميلة جدا جدا مفيدة مليانة مكونات طازة جميلة جدا مبدئيا هو ما بيتحمرش خالص عشان احنا عندنا دايما معروف لسان عصفور فغالبا بنحمره لأ اللسان العصفور لما بنستخدمه في وصفات ايطالية بيتعامل معاملة المكارونا عادي جدا وهو مكارونا فعلا هو نفسه عن جينة المكارونا فبالتالي لا بنحمره ولا بنعمل فيها اي حاجة تعالوا نشوف المقادير عشان نعمل ارزو السبانخ هنحتاج ربعمية جرام لسان عصفور نص سلق ومحتاجي يكون لسان العصفور الحبة الطويلة ومش الحبة القصيرة سبانخ طازة بتقطع جوليان انا مستخدمها لسبانخ البيبي اللي بتبقى موجودة في السوبر ماركت في عالم وهي طبعا مفيدة جدا وطعمها جميل جدا لكن لو حضراتكم ملقته هاش برضو سبانخ الطازة بديل رائع ممكن تستخدموا سبانخ مجمدة للوصفة دي ممكن تبدلوها بكوزبارة او بقدونس او اي حاجة خضرة تانية بتفضلوها اتنين فلفل الوان مفرومين ومتين وخمسين جرام طماطم تشاريل وعشر فصوص توم متقطع عين شرايح ومتين وخمسين جرام مشروم بني متقطع ربع كابري والكابري هو حبوب الصغيرة المخللة دي وهي نوع هو نبات على فكرة بالحبوب دي وبتتخلل لكن لو مش متوفر طعمه بيبقى مزز شوية لو مش متوفر ممكن تستغنوا عنه مفيش مشكلة خالص لكن هو طبعا طعمه رائع وبيليق جدا مع السلمون عشان كده انا بتعمدت ان انا حطه في وصفة الورزو وعندي نص كوباية ريحان مفروم وزيت زتون ومرأة خضار وكوباية كريمة طهي ممكن الاستغناء عنها وممكن تبقى حليب ورشة جزء الطيب وملح وفلفل اسود وهنبدأ شغلة دلوقتي اول حاجة زيت الزتون بنحط كمية من زيت الزتون لطيفة يعني عشان هتبقى جزء كبير جدا من النكهة ومع زيت الزتون على طول هحط المشروم والتوم المشروم كمان يتشوح مع الثوم وهنقلب لحد ما يلاقي كرمالة لطيفة كده على المشروم انا مستخدمها النهاردة المشروم البني بقى متقفر في سوبر ماركتس كتير وده حاجة اسعادتني جدا لان انا بحبه قوي 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 وبيدي نكهة عظيمة ولكن اللي مش متوفر عنده يقدر يستخدم المشروم الابيض عادي مفيش مشكلة خالص المشروم المعلب مش هتحكي عليكو يعني مش اللي حيدي احلى طعمة بس برضو لو موجود هو المتوفر يعني في الوقت ده مفيش مشكلة وممكن الاستغناء عنه خالص اللطيفة في وسطة الارزو دي يا جماعة انه مفيش فيها حاجة اساسية هي زوقية نوعا ما فاحنا نقدر نحط الخضار اللي احنا عايزينه بالكميات اللي احنا عايزينها مش هتقول لا ابدا مشي حدي رشة جسط الطيب نقلف رشة خلف القسود كمان للمشروم وممكن رشة ملحة صغيرة صغيرة خالص الوصفة دي نكون حذرين في الملح جدا عشان عندنا الكبري حادق وعندنا مرأة فما نستعجلش ونضيس ملحة بكميات كبيرة الا في الاخر لما نبقى واسقين ان احنا ضفنا كل حاجة والموضوع ما اسملها المشروم بيت كارمل الكبري يا جماعة ما عرفش ليه كان فيه كده شائعة يعني اشاعة غريبة ان هو حبها نخلل لقا خالص هو مش حبها نخلل دي معلومة غير صحيحة بالمرة الكبري نبات مستقل بذاته بيطلع على شجر عادي جدا وبيتاخد يتخلل فيه محلول من الميا والملح واللمون والخل او الخل بس موجود في اناكن معينة يعني معروفة بيه ايران معروفة بيه ايطاليا مش من الحاجات اللي ممكن تكون بتطلع في مصر قوي اعتقد يعني لو حد عنده معلومة مؤكدة عن ده يقول لي بس انا اعرف يعني ان هو موجود بوفرة في ايران اه هناك حتى الايراني بيبقى جودته روعة وزي ما قلتلكم هو بقى دلوقتي موجود في برطمانات زي المخل كده في السوبر ماركتس اه سعره متوسط ما يعتبرش من الحاجات الرخيصة بس برضه مش من الحاجات الغالية اوفر يعني متوسط اه تقدروا طبعا لكم مطلقة الحرية انكم تستخدموه اولا ابيض دي طعم ميزز جميل جدا في الاكل عشان كده بيليق جدا مع الاسماك بالزات الاسماك الزيتية طيب المشروب الجميل ده هنعمل مع ايه هنحط له الفلفل وهنحط له الطماطم وحنحط له الكبري بس ده كتير فانا هخط اقل وهحط كمان السبينخ هنقلب الحاجات دي تقليب بسيط لمجرد ما السبينخ تدبل والطماطم تطلع شوية من المية بتاعتها والنكهات تتجانس ريحة الكبري ضربت على طول المزازة بتاعته يعني بتدقوها من ريحته بس استعرفوها الخليط بتاعنا على النار زي ما انتم شايفين اه في بقى سوائل كتير نزلت من الطماطم من السبينخ وده بالزبط اللي احنا عايزينه هنيجي ونضيف شوية الكريمة دول اللي ممكن يبقوا لبا واللي ممكن نستغنى عنهم خالص ونشتغل بمرأة حده هيقولي طب لما اشتغل بمرأة يعني هيبقى فيه سوس هيبقى فيه سوس طحفة كمان فدي وصفة الحقيقة ممكن يتعمل منها فيرجن خفيفة جدا وصحية جدا لو استغنينا عن الكريمة ما فيش اي مشكلة هقلب وحلاحظ ان الكريمة خادت لون فده السوائل اللي منزلها كل الخضار ده عشان كده قلتلكم حتى من غير الكريمة هيطلع سوس جميل جدا لان فيه جوسس كتير جدا نازلة من كل الخضار الجميل ده هندي غلوة ونيجي بلسان العصفور انا مش هحط مرأة لسه هحط لسان العصفور الاول واشوف انا محتاجة مرأة قد ايه لان دي مش وصفة عيمة في السوس وعايز اقول لكم ان موضوع ان المكارونة طعوم في السوس ده احنا بس اللي بنعمله لكن هو فيه ثقافة المطبخ الايطالي لا يوجد ما فيش اي مكارونة عيمة في السوس هناك حتى الالفريد وحتى الاربيات حتى بالسوس المارينارة بيبقى السوس ماسك كده وماسك على المكارونة ما بتبقاش المكارونة عيمة فيه وده يعني من اجمل الحاجات اللي ممكن تعملوها للمكارونة انكم ما تعاوموها الشوص عشان تحسوا الطعم الاثنين تحسوا الطعم الحاجة اللي هي مستوية فيها وتحسوا بطعم المكارونة ذات نفسها لان المكارونة النفسها ديها طعم جميل جدا لما تحط مع مكونات هنقلب ودي طبعا نص سلق فاحنا محتاجين شوية سائل يساعدها على السلق لكن اللي حصل دلوقتي ايه ان المكارونة نزلت زي السبانجة او السفينجة بالزبط اتشبعت بكل النكهات اللي انا عمالة اجمع فيها وباقي الطعمها رائع حاجي ااخد شوية مرأة بس كده تستوي فيها ويبقى في حاجة صوسي كده شوية هقلب وحسيب لسان العصفور يكمل سواه مع كل المكونات اللي احنا حطناها دي انا بقى قلتلكو ايه في الاول قلتلكو تتحذروا جدا من الملح علشان دي وصفة فيها حاجات كتير حدقة عايزة بس اعمل ايه احط الريحان اللي حيدينا كمان طعم رائع دلوقتي ممكن تحطوه بعد ما تشيلو اصلا من على النار لو بتفضلو طعمه طازة اه اوي وهو برضو بيبقى حلو كده ممكن نص ونص تحطو نص وقت السبع ونص بعد ما ترفعو من على النار يلا بينا دي السيجمنت التالتة ولا الرابعة يا جماعة التالتة صح ماشي ندوق نشوف الملح اخبره ايه عشان احنا كنا مش متطمنين الحمد لله قلبي المؤمن دليل وعارفين لو كنت حطيت زرة ملح بس كانت بقت حدقة فالحمد لله ان انا ايه عاملة حسيبي طبعا التجربة هي اللي بتخلينا نعرف الحاجات دي يعني انا لما عملت الوصفة دي اول مرة في حياتي طلعت حدقة بحط بقى ملح براحتي وناسيا بقى ان فيه كبري بقى حادق فالموضوع طلع يعني ايه مش لطيف خالص فتعلمت ان لما يبقى عندي كبري في الاكل اصبر على الملح للاخر خالص عشان هو بيحدق وبيحدق جدا كمان فالتجربة بتعلم طبعا حاجات كتير احنا خليه شوية كبري جنبينا للتزويق اه لسان العصفور بتاعنا بقى ايه ما شاء الله طحفة بصوا كده جميل ازاي ونفش بقى شارب المرأة اللي احنا ضفناها وامورنا تمام جدا ده كده عايزي تشيل من على النار فانا هشيله حالا من على النار اسيبه هنا لحد وقت التقديم الان بنقدم القرزو اللي زي ما انتوا شايفين اخر كده قوام كريمي فيه سوس مسكه مع بعضه ومع ذلك هو مش غرقان وعاين في السوس وده الصح وده اللي بيحترم الباستا وطعمها وبيديها احسن نتيجة اه ريحة الكبري مش قادر اقول لكم هي عاملة ازاي اتمنى ان كلكم تقدروا تلاقوه تستخدموه لانه فعلا اضافة عظيمة للوصف ما هيخد على القرزو ده شوية كبري على الوش لما برضو الكبري ما بيبقاش متعرض للحرارة خالص بيبقى ليه طعم مميز جدا وانا خلاص انا عارفة ان ملحي مزبوط فمش قلق ايه نزود انا كنت اقلق لو من ملح زيادة فبفكركم تاني بموضوع الملح اللي تكلمنا عليه ان احنا ناخد بالنا جدا منه اي حاجة بس خضرة خفيفة كده بس اشتركوا في القناة